حين ندخل في تفاصيل هذا الملف بشكل أعمق عبر الهاتف بينضم إلينا من لندن الأستاذ طالب العواد البحث في أشياءنا السياسي أهلا بحضرتك يا فندم أهلا سيدة الفاضل إلى بك ومشاهدي قناتكم الكرام بشكرك يا فندم في البداية الحقيقة في انتقادات حدة بتواجه رئيس الوزراء البريطاني في قضية تهجير اللاجئين لرواندا إيه هي المشاكل اللي بتواجه هذا القانون تحياتي سيدتي هذا القانون فعلا مرر بأكثرية والسبب هي الأكثرية التي يحملها حجب المحافظين لكن هناك رجوة فعل جدا جدا كبيرة وخاصة لدى حجب العمال ولدى الأحزاب الأخرى هذا القانون قانون جائر بامتياز يعني يخالف الأنظمة الدولية التي وقعت عليها بريطانيا وخاصة بريطانيا وقعت على قانون اللاجئين بقانون 1951 الذي يعني يجبر الدول أو التي موقع على هذا القانون أنه تلتزم بحصيانة وحماية اللاجئين لكن مع الأسف الآن حكومات يمينية ظهرت في السويد في إيطاليا تعرقل مسألة النجوء ومسائل اللجوء ووضعت الكثير من الإشكاليات أمامها أمام هذه يعني أمام أما مسألة الترحيل بتقديري المحكمة العليا رفض الترحيل إلى راوندا لكن الآن المعروف أنه حكومة السوناك تضغط بشكل كبير على الترحيل لكن هل تنجح بذلك هاي متروك لقادم الأيام لكن المسألة في تقديري هي مسألة بها جانب لا إنساني لأنه حتى مسألة الأطفال المنفصلين عن عوائلهم أو الدولة التي في منطع السنة الكثير من عددهم أيضا مصابين بهذا وأبعدوا بشكل كبير ووضعوا في أمكنة غير سليمة لا من ناحية إنسانية ولا من ناحية حتى لا يقدم في بعض حالات العلاج إلا من بعض المنظمات اللاحكومية يقدم بعض الإمكانيات العلاج مساء الأخرى لكن في التقدير العام هناك مشكلة جدا جدا كبيرة والمناسبة بريطانيا تحتاج إلى عمالة وخاصة للعمالة الغير يعني ما نقول عليها مسألة الخير تحتاج بريطانيا لا زالت هناك أزمة عمالة في قطاع الفنادق هناك أزمة عمالة في قطاع المطاعم التنظيفات يعني هذه المسألة تشكلها هؤلاء عمالة بسيطة ممكن الاستفادة من عداء لكن مع الأسف الجناح اليميني أو الفكر اليميني الذي بدأ يهزو أوروبا مما جعل أنه يتخذون موقف حاد أجائل نعم طيب أستاذ طالب يعني البعض يتساءل لماذا هذا التشدد الكبير من ريتشي سوناك تجاه المهاجرين خاصة أنه هو أصوله هندية يعني من المفترض البعض يقول أنه يكون أكثر تعاطفا مع المهاجرين بالمناسبة وزيرة الداخلية السابقة التي خرجت من الكابينة الوزارية أيضا لاجئة ورئيس الوزراء أيضا لاجئ على ما يبدو هذه العقدة الكبيرة لدى بعض اللاجئين وخاصا هذا الموقف حتى هناك عنصر عراقي أخوات من الأخوة الأكراد كان في الكابينة الحكومية كان وزير مالية أيضا كان حاد مناسبة لاجئ أتى لاجئ عمر ستسنين لا في الموقف جدا حاد أذاء اللاجئ هذه العقدة على ما يبدو عقدة يعني مقروف علماء الاجتماعي فسروها لأنه لا تفسير عندي أمامها لأنه هذه العقدة لا أخلاقية هذا مجموعة من البشر أسباب هذه الحجرة هي أسباب أساسية هذه الشعوب التي تهاجر هي أسباب لأنه أسباب من عدد والجزء الأهم هو الاستعمار المهيم على المناطق في أفريقيا الجهل المترتف في أفريقيا الجوع المترتف من ناحية اقتصادية في أفريقيا التي تكونها من خلال الاستعمار بعض الدول يعني نرى أنه دول يعني كثير من الدول الأفريقية المنتجة المنتجة بشكل كبير لسلاح ومنتجات جدا جدا مهمة وذات اقتصاديات جدا مريئة يعني مرعبة مرعبة بنتيجة وجود هذه الاستعمار والهيمنة الاستعمارية ويتحمل الغرب الأخلاقي بسبب هذا يعني هذا التفشي اللاقتصادي بسببه لذلك أنا أعتقد تتحمل يعني الحكومات الغربية مسؤولية أخلاقية أما إعادة هؤلاء عادة تكوينهم من جديد إعادة الاقتصاد عجلة الاقتصاد في هذه البلدان بما يلائم في تطوير البنى التحتية للبشر هناك لكن مع الأسف شديد لا زال الضغط الاقتصادي المهيم لذلك هذه الهجرة أكثر هجرة استصادية بالدليل وهي الهجرة استصادية وهذه الهجرة استصادية نتيجة الوضع المأساوي التي تمر به الشعوب وخاصة المناطق الجنوبية من أفريقا أنا أعتقد ويعتقد كل المراقبين أنه المطلوب وبشكل جذري الحماية والسلامة لهؤلاء بإيجاد أماكن يتمتحوا بها بالاحترام الكامل لأن حقوق الإنسان وكرامتهم بغض النظر عن رضع النبحاني أو الطريقة كيفية رسودهم أو التميز الآخر صحيح يعني كما تفضلت بالذكرى أستاذ طالب الحياة أنه تنفيذ هذا القرار من عدمه متروك للأيام القادمة وسنتابع معك بالتأكيد على مدار الأيام القادمة مستجدات هذا القرار أنا الحياة سأكتفي بهذا القدر وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة إكسترا نيوز ترجمة نانسي قنقر